السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة بسم الله والصرات والسلام على رسول الله ابنة محمود الخطيب ترد على مرتضة منصور بعد اهانته لولدها ويعني اقاف حبس مرتضة منصور وايضا السر وراء مجيء كيروش الى مصر سيزلك بداية الحلقة بنخش في التفاصيل دي كلها ونعرف الاحداث اللي حصلت كلها لو انت اول مرة تشوفني او شفتيني قبل كده ما نساش تعمل لايك وشارد الفيديو ولا نساش طبعا ان انت تشترك معنا في القناة ويتفعل الجرس لو على اليوتيوب لو على الفيس بوك ما نساش تعمل لايك او فولو للصفحة يعني يا جماعة الوضع بقى صعب جدا وبقى كارثي وبقى مزري الوضع اللي حصل دلوقتي في كرة القدمة المصرية بقى صعب الايهانات بقت سهلة لما حد يتبلع على حد بقى الموضوع سهل لو حد عايز اه اقول لك ايه بس والله يشتم حد عايز بيطلع يشتم حد عايز يجدب بيجدب حد عايز يقول خبر متفبرك بيطلع يفبرك وللاسف اللي بيشجعهم على القصص دي كلها الناس الناس اللي بتتبعه الناس اللي ما بتلاقي حد بيجدب بتروح تتابعه وتصدق الكتبة تمشي قراها الناس اللي ما بتلاقي حد بيفبرك بتقول له برافو عليك يا ملك الحصريات والخبر اصلا فيك ومنوش اي اساس من الصحة الناس ما بتلاقي حد بيهين او يعني بيخوض في اه في شرف بقى حد في اه كرمته في اسرته يقول له الله عليك الله عليك اه على اللي انت عملته يا احسن واحد في العالم يا راجل يا ذكر اللي بتجيب حقنا وحق النادي الناس الناس هي اللي بتعمل الموضوع دائما وللاسف هي اللي بتقويهم على انه يفضلوا دايما كده بتخلي الصحفي اللي طلع يا فبرك خبر في كرة القدم المصرية يا فبرك ما الناس بتصدقه باكي يقول لك ما عليش ده حصل قصة وحصل تدخل من بعض الاطراف في النادي خلوا العيب ما ينضمش هو عارف ان الخبر فنكوش الاعلام اللي بيطلع في في القنوات الرياضية انا باتكلم يا جمعك يمشي على الكل انا يعني ما بقولش الموضوع ككل ولكن كلم على بعض الناس تلاقي الاعلام يطلع في اي قناة الرياضية وبيهزي او بيشتم او بيهاجم حد وانت سقف لتقول له شايف دكر دكر فهو يبقى يتعنطز او ويفضل زي ما هو مهم يعني ما عليش على المقدمة الطويلة ظهر النهاردة سيد مرتضاء منصور اثنال الزمالك في فيديو يمكن انا شفت الفيديو اه على احد اه القنوات او احد الصفحات الرياضية على الفيسبوك وبيقول ان الحكم بتاع قضيوته اللي هو لمدة شهر توقف حصل في ايقاف عشان مش عارف محكمتين هما اللي تدخلوا في الدعوة ومش عارفوا لو محكمتين تدخلوا بيحصل ايقاف يعني انا تركوا بك اكتر بمرة انا ما فهمش في القانون ولكن اللي فهمنا انه هو قال انه حصل ايقاف في في الحكم عليه وانه هو مش هي الحكم عليه ده يعني مش هيتحبس وتقريبا في استقناف او حاجة زي كده اه اسناء ايقاف الحكم او نقض تقريبا والله ما عرف برضو ايه ايه الفرق ما بينهم ولكن اللي خدنا انه تم ايقاف الحكم اه حبس لمدة شهر كلام ده من على لسان رئيس ناريزة مالك وسلم رتنا منصور وقال كه يتكلم شوية عن اه بعض الشخصيات يمكن ابرزهم اه الخطيب وقال انه هو او كابتن محمود الخطيب طبعا يعني عفوا وقال انه هو رفع عليه تقريبا ستة وتسعين قضية حاجة كده قال له تقريبا رفع عليك ستة وتسعين قضية او مقدم بلاغ حاجة زي كده يعني ومشان انا مش عارف اللي باخد الساعات ومشان اللي بعمل ايه ومشان اللي علي فلوس وكلام اللي احنا عارفينه اللي بيتقال على طول من رئيس ناريزة مالك وبعد كده تم عرض صورة كده اه دي تقريبا اتعرض في قنات ناريزة مالك انا ما شفتش الفيديو على قنات ناريزة مالك ولكن شفت صفحات كتيرة منزلة الصورة دي ومكتوب مركز طحفيز حنفي واحنا عارفين ان قبل كده حصل وان اه يعني حصل كده ان تم اطلاق اسم حنفي على اه رئيس النادي الاهلي بعد ما قال انا هاخد هدخل مش هدخل في الكاس ولا في السوبر وبعد كده رجاء قال هدخل في الكاس والسوبر فبعض الناس اطلقوا عليه اسم حنفي واعتقد اعتقد ان مرتونا منصور كامل الناس دول انا بقول اعتقد مش متذكر بالزبط مش شفتش الفيديو والله اللي قال عليه كده بس اعتقد ان الاسم انتشر مرة واحدة طبعا ضد ده تماما ضد ده تماما 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 وضده الابعد الحدود دي اهانة ما انفعش. فظهرت يعني اه بنت الكابتن محمود الخطيب اه نور الخطيب. واتكلمت وهي في حالة صعبة جدا على الاكونت عندها على الفيسبوك يعني بست كده قالت حزب الرغم الوكيل في كل حد بيعاون الظلم وكل حد وحزب الرغم الوكيل في كل اه حد بيقبل الاهانة او بيشوفها طبيعية وحزب الرغم الوكيل قالت تكتب كزا حاجة كده ربنا يعينها. يعني زي ما انتم شايفين كده. وقالت الوضع بقى كارثي استقيموا وارحمكم الله. يعني البنت خلاص فاضل كل بيها من اللي حصل ومن اللي جرى. والوضع بقى صعب. وانا كراجل زم الكاوي. انا حزين على اللي بيحصل. وضد يعني اللي بيحصل. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انه يتقال عليه آآ حنفي. آآ مش موافق على اهانة اي بني ادم اصلا عامة يعني حتى لو مرتضاء منصور هو التي هيتهان مش موافق على Francis تماما. تماما تماما. انا ضد الاهانات للناس كلها. ايا كان. اي حد غلطان يتحسب بالقانون. لكن ضد الاهانات. مش معنى ان مثلا مرتضاء منصور اهان ناس فلما حد يهين يقول اه ما هو اهان ناس قبل كده. لا انا ضد الاهانة ضد ضد اهانة مرتضاء منصور انا ضد اي شخص يهين مرتضة منصور وضد اي شخص يهين محمود الخطيب وضد اي شخص بيهين الناس في العموم. ولكن اللي بيحصل يعني حاليا في الكرة القدم المصرية من تجاوزات بين الناس في الكرة العموم والله فعلا الموضوع بقى صعب حتى الاعلاميين حتى الصحفيين بقى واصل لدرجة صعبة تخليك تكره تتفرج خلاص على الدوري المصري خلاص انا بتفرج عموات شو مبسوط اجا لقي خناقات ومشاكل والصحفي ده بيشتم في ده والاعلامي ده بيشتم في الرياضة واللعاب القديم ده بيشتم في اللعاب القديم ده ورئيس النادي ده بيشتم في رئيس النادي التاني وبيهينوا بيعملوا حاجة صعبة جدا 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 جدا. مش عارف اقول لي والله غير ان انا يعني خلاص يعني ما علينا خلينا بس في موضوع كارلوس كيروش يا جماعة جاي مصر ان شاء الله في خلال الايام القادمة ظهرت بعض الاقوين كارلوس كيروش جاي مصر عشان الاهلي يتعقد معاه عشان يتولى اه الادارة الفنير النادي الاهلي من الموسم القادم بازن الله ولكن يعني كلام ده كله يا جماعة مش صحيح ممكن قلته في فيديو اللي فات عندي مش صحيح الصحيح ان كارلوس كيروش ليه بعض المستحقات عند اتحاد الكرة المصري ولازم ان هو يحضر بنفسه علشان يمضي اه ان هو استلم كل المستحقات المتأخرة لديه فهو جاي علشان يستلم المستحقات المتأخرة لديه لدى اتحاد الكرة المصري وليس لي اه يعني ان هو يمضي على عقد تدريبه للنادي الاهلي وسوريش موجودة موضوع ده صعب جدا ان الاهلي ما يعملش الكلام ده خالص فكارلوس كيروش جاي اخد بقية فلوسه ومروح تاني مش جاي عشان يدرب النادي الاهلي تاني بكرر اه انا ضد اهانة كابتان محمود الخطيب ضد اهانة اي شخص ايا كان هو مين اه مستأمن اللي بيحصل من من تجاوزات والاهنات اه مفيش كلام تاني يعني واحد والله طيب شف حاجة غريبة كان اخوك امراتف خرص اخوك رجفك ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم